للمرة الأولى تكشف الأمم المتحدة عبر تقرير للجنة تقصي الحقائق الخاصة بليبيا دور المرتزقة السوريين في الحرب الليبية التقرير الأممي كان واضحا هؤلاء تم تجنيدهم من قبل ما يسمى الجيش السوري الحر وتم إرسالهم إلى ليبيا من قبل الأتراك مقابل أجر مادي أجرنا 150 مقابلة مع كثير من الضحايا وكثير من الشهود وكثير من الفاعلين الذين في لقاءات تحاطوا بالسرية وبكل ظروف الطمأنين والأمن صرحوا بكل مسؤولية على هذه القرقات المرتزقة الذين تحدثت عنهم قابلنا بعضا منهم وأدلوا بتصريحات تم تثبتها في التقرير ماذا تقول على التصريحات؟ تقول كيف تم استدراجهم والمجيء بهم وتجنيدهم مقابل أجر للقتال في ميليشيات وفي جماعة خارج القانون المرتزقة ارتكب انتهاكات يرقى بعضها إلى جريمة حرب كما يؤكر تقرير لجنة تقصي الحقائق أشارت تحقيقاتنا إلى أن المقاتلين الأجانب من المرتزقة لم يغادروا ليبيا كما هو مطلوب هؤلاء سهموا في هجمات متعددة ولسيما في محيط طرابلس وزروا ألغاما في 35 موقعا وإذا تم تمدد مهمات لجنة فإننا سنقدم تقريرا شاملا في حزيران يونيو المقبل حول نشاطهم المرتزقة السوريون الذين نشرتهم تركيا في ليبيا وأدربيجان وربما في مناطق أخرى في العالم يتحملون مسؤولية الضرر الذي لحق بهذه الدول لكن الضرر الأكبر الذي يحدثه كان في بلدهم سوريا الجيش السوري الحر هذه الميليشيا التي حضيت بدعم كبير من دول غربية وبعض دول الخليج وتبنتها الأمم المتحدة جزء من المفاوضات لرسم مستقبل سوريا هي اليوم وباعتراف المنظمة الأممية منظمة مرتزقة تؤجر عناصرها مقابل المال وتنفيذ الرغبات التركية موسى عاسي جينيف الميانين